اشتركوا في القناة على ان تدخل السرور عليها والله من اجل القروبات واحدة من اسباب التوفيق ادخال السرور على الوالدين وعلى الوالدة على وجه الخصوص فان اردت بهذا وجه الله قصدت به وجه الله اهل شيء من اخر بعمل الله وصاك بها فادخال السرور على الوالدة من اعظم اسباب التوفيق ومن اعظم ما سيعينك برحمة الله في غربتك هذه الوالدين ادخل عليها السرور المكالمة هاتفية تسرها بها توخى اوقات تعلم انها تحب ان تسمع صوتك فيها جاء رجل ابن عباس واخبره انه قتل قال يا ابن عم رسول الله هل لي من توبة قال يا هذا امك حية قال لا قال يا ابن اخي اكثر من الاستغفاء والعمل الصالح لما خرج ابن عباس تبيعه وعطاه ابن يسار قمير قال يا ابن عم رسول الله اراك سعرته عن امه قال والله لا اعلم عملا صالحا احبا اقرب الى الله من درن الوالدة قال الثاني لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف لا يمر عليك يوم لا تقلب فيه بصرك في المصحف ولو ان تقرأ جزء آية لكن هذا له اثر في حياتي خاصة مما يراه الانسان ومن منعظه الامر الثالث فلتكن عظيم الحياة من الله ان تصبح يوم ولم تكن لله ولو ثلاث فركعة ونستقبل تبله وصلي لله ثلاث ركعات باختيارك لا يجبرك عليها احد تجعلها ذخرا لك في الدنيا وذخرا لك في القبر وذخرا لك يوم تلقى الله الله يقول ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة وفي التنزيل وفي الحديث قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدما سمعته يقول في السجود طالما اني عوه يرباك من سفتك وعوه من عثاتك من عقوبتك وعوه بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأنتم يعني لستم الذين تخبرون بالذات يخلتم الغرب ورأيتم أهله ودياره شيئا عيانا لا تحدثون عن مجهور ومع ذلك حصمنا الله وإياكم من اللذة الحرام حتى اللذات المباحة والله لا توجد لذة أبدا أحظم من لذة السجود لله جل وحبه قال الله لنبيه توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين وحتى يعرف أن لا تعدلها لدها من موقف واحد هب أن إنسانا مات على عمل يعمله لا يمكن أن يفرح أبنائك أو والدائك أو أي أحد يحبك بعد وفاتك بشيء أعظم منهم لو حلموا أن فلانا ما تساجد هذا لا أظن أحدا يبكي عليه لأنه قلنا أي حالة مقبولة ليست بحرام لكن كيف يعرف الإنسان إن هذا العمل لذيذ إنه يفرح لو أنه قبض على هذا العمل فإذا قرم الإنسان واستقرأ الإنسان على أهوال الله لا توجد شيء ولا توجد لذة أعظم من لذة السجود لرب العالمين جل جلال عبد ساجد يقول في سجوده سبحان ربي الأحلام ينزه خالق وهو يعلم يقينا أن الله غني لكنه يتوسل للأي بهذا السجود أن يقربه منه فإذا قربك الله منه منه وأحبك فكل شيء في حياتي سيسره الله لك ويختاره الله لك وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه أفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وعلى زمن الله وإياكم كلمة التقوى صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعله الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنع